خلونا نسمع جانب من كلمة فخامة الرئيس ونرجع نكمل الكلام وانا على المستوى الشخصي كنت شايف ان المرض ده مقلم جدا وكنا بنعاني منه وزي ما تقال في الكلام اللي انت قلته كله ان لو فيه ارادة وفيه امل هيبقى فيه انجاز لو فيه ارادة وفيه امل هيبقى فيه انجاز وبالتالي لما كنت اقول يعني زماني يعني اقول يعني محدش قادر يجيب لنا يكتشف المرض ده الفيروسي قبل ما يكتشف يعني وايضا علاج ليه لان مجرد ان كانت النوايا كده انا بكلم على مستوى الشخصي يعني كان دايما دهاجس ودايما ده كان امر بفكر فيه بعمق الحياة فربنا سبحانه وتعالى خلاني اعيش واشوف المرض ده واشوف كمان علاجه ومش بس كده ويخليني اساهم مع ابناء بلدي هنا في ان انا انهي هذا المرض في مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة